إلى العراق طائرات مروحية للتدخل في فضل النزاعات العشائرية خطوة غير مألوفة كشفت عنها مصادر أمنية عراقية خلال زيارة وزير الداخلية إلى محافظة ذقار جنوبية البلاد باعتبارها مركزا لنزاعات عشائرية كبيرة على نحو شبه دائم وبتوضيح أكثر التنات المهمة لثلاث طائرات مروحية عسكرية خصيصة لاعتقال مطلوبين للقضاء من أفراد العشائر عن طريق الإنزال الجوي بحسب وسائل الإعلام العراقية ستكون مهمة المروحيات مركزة بشكل أكبر في مناطق نائية يصعب الوصول إليها خاصة بعد فاشل غالبية المهمات الأمنية في اعتقال المطلوبين الخطوة مسوغة قانونيا أيضا فبحسب اتفاق وزارة الداخلية مع مجلس القضاء الأعلى تتعامل الأجهزة الأمنية مع مرتكب الجريمة في إطار النزاع العشائري كمعاملة المطلوب بتهمة الإرهاب من دون انتظار تقديم شكوى من أحد الأطراف لتنفيذ الإجراءات القانونية بحق الجنات جهة الأمنية عراقية بررت الخطوة بأنها تهدف إلى تسريع تنفيذ أوامر القبض وعدم منح المطلوبين فرصة للهرب الأجهزة الأمنية حاولت على مدار سنوات السيطرة على النزاعات العشائرية التي غالبا ما تسفر عن ضحايا ولكن دون جدوى الشجارات في وسط وجنوب العراق شكلت تحديا أمنيا حقيقيا للحكومة العراقية ما دفع إلى ضرورة اعتماد الأمن على جهد استخباراتي دقيق لإنجاح المهمة النزاعات العشائرية في العراق يصل عددها إلى المئات سنويا ويستخدم فيها أحيانا سلاح متوسط وقذائف هاون وقذائف صاروخية محمولة على الكتف وترجع أسباب أغلبها إلى مشاكل على الأراضي أو نزاعات على الأراضي الزراعية والحصص المائية وما يزيد الوضع الأمنية صعوبة في هذه المناطق أنها تشهد نشاطا متزايدا لجرائم أخرى تهريب المخدرات وخاصة مادة الكريستال نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا السيد معنا الجبوري الخبير الأمني والاستراتيجي والمستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية الضمورينا من بغداد مرحبا بك معنا بداية إلى أي مدى هذه الاشتباكات العشائرية تمثل خطرا أمنيا اليوم في العراق وأيضا لماذا فشلت كل الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلا لهذه المشكلة وهذه الظاهرة الطابة يومكم والسادة المشاهدين واضح أن هذه الصراعات فيها وجه آخر لصراعات التي تحدث دائما بين الدولة وقوة لا دولة لأن السلاح المنفلت الذي كان ولا يزال يشكل خطرا على السلم المجتمعي في العراق أصبحت جميع الحكومات عاجزة عن معالجته وحصر السلاح بيد الدولة شعار طالما سمعنا عنه وطالما حاولت الحكومات السابقة أن تكبح جمع هذه العشائر ولكن هو الوجه الآخر للميليشيات حقيقة يعني الجميع الصراعات التي تفضلت في مقدمتك المسهبة تحل خصوصا في الوسط والجنوب بواسطة أسلحة أحيانا لا تمتلكها حتى القوات العسكرية المتمركزة في هذا المكان مما تشكل خطرا كبيرا أولا على السلم المجتمعي ثانيا تقع قتلى وجرحة وثالثا لا يمكن للقوات أن تدخل في مجابهة مباشرة لأن نحن نعلم هذه العشائر أيضا تمثل إمبراطوريات صراحة لديها أعزاب لديها قوة فاعلة في الدولة هناك تهريب المخدرات كما تفضلتهم هناك تهريب النفط هناك السلاح هذه كلها أصبحت إمبراطوريات صغيرة تسيطر عليها هذه العشائر ما بدأت الحكومة بالتالي على السيطرة على هذه الإمبراطوريات كما وصفتها سيد جبوري هل الحكومة والسلطة العراقية في بغداد قادرة على السيطرة أمنيا على هذا الأمر ونعلم الدور الكبير والنافذ أيضا للعشائر في العراق نعم سؤال وجه جدا حقيقة هذا التكتيك الجديد الذي استعملته للقوات المسلحة تحديدا وزير الداخلية باعتباره كان عسكريا ميدانيا في الجيش كما هو معلوم ويمتلك خبرة مهنية في الحروب خصوصا ما عاشه العراق من محاربة داعش وميليشيات ومافيات كثيرة تتحكم في الوضع الداخلي والحدود لأصبح تكتيكا جديدا قد يأتي نتائج أكثر أحقيقة أكثر تطبيقا على الأرض من الإجراءات السابقة التي كانت وكما تفضلت أيضا في التساؤل أن هناك قوة كبيرة للعشائر ونفوذ كبير سياسي واجتماعي على الأرض لا يمكن للحكومة أن تصدم بهم بالطريقة التي تحسم بها هذا الموقف هذا التكتيك قد يسرع في أولا معالجة بعض الإشكالات قد يعطي رسالة واضحة بأن الحكومة ماضية قدما في حصر السلاح ولكن تبقى الإشكالية الأكبر هي حصر السلاح بيد الدولة هذه ميليشيات يعني وجه آخر لداعش سلاح منفلت سواء كان لدى عصابات تهريب المخدرات عصابات تهريب النفوط سواء كان لدى داعش أو لدى هذه العشائر لأنه يمثل وجه آخر للدولة العميقة ديب ستيت التي أيضا لها دور في العراق الآن حقيقة الحكومة ماضية قدما ولكن يجب أن تكون هناك إجراءات أكثر صرامة أن يكون القانون أكثر قوة تحديدا اتجاه رؤساء العشائر والقيادات السياسية المتنفذة نعم بالفعل هذه نقطة مهمة أشرط إليه يصير مع نجمولي القيادات السياسية أليست المشكلة ربما أيضا بحاجة إلى حل سياسي أولا قبل أن يكون الحل أمنيا تماما ما لم يتوفر الحل السياسي تبقى إجراءات تكتيكية مؤقتة الحلول الأمنية لأن نعلم يجب أن تكون هذه أمام حقيقة أنه أما أن تكون دولة أو لا دولة لأن كما ذكرت هؤلاء لديهم نفو سياسي حتى لديهم يعني هناك من العشائر عسكري كبار في السلطة لذلك لا يمكن المجابهة بشكل فقط على مستوى المجابهة العسكرية تكتيكيا وحتى عملياتيا إنما يجب أن يكونك على مستوى البرلمان أيضا قيادات السياسية يجب أن تكون لها إرادة لتحجيم لأن نعلم أن قائد السياسيين كلما كبر حجم العشيرة وامتلاك السلاح له كلما يصحظ بنفوذ قوي على الأرض بالتالي يوظف هذه العشيرة وهذه الإمكانيات حتى في الانتخابات حتى في تأثيره السياسي على الواقع في العراق طيب النفوذ كبير لهذه العشائر بعض الأطراف والعشائر تملك كما ذكرنا في المقدمة منذ قليل تملك أسلحة متوسطة تملك قضاء فهونت تملك أسلحة تقذف على الكاتف بالتالي كيف سيكون رد فعل العشائر على هذه الخطوة باستخدام الطائرات من طرف القوات الأمنية لعمليات إنزال للقضاء على المطلوبين هل ستمر العملية بهذا الشكل بهذه البساطة أم سيكون هناك رد فعل من العشائر رفضا لهذه الخطوة لا يمكن إذا ما استعملت الحكومة أمكانياتها تمتلك من الأدوات من القوات المسلحة من المهنية من العديد والعدة من الطائرات من القانون قوة القانون إذا ما تم توظيفها بشكل صحيح ضد هؤلاء حتما سيتم تحجيم ستخضع العشائر يعني نحن نذكر أن هذه الحالات ليست جديدة في العراق حصل في حكومات في زمان النظام السابق وقبله كثير من التمردات العشائرية واستطاعت قوة القانون يعني ليس قانون القوة إنما قوة القانون يجب أن يطبق للحفاظ على السلم المجتمعي حتما عندما يتم اتهام زعيم العشيرة وهؤلاء المتمردين ويقع القبض عليهم بالجرم المشهود وأخذ السلاح منهم وأخذ التعاهدات وأيضا المصالحة المجتمعية يجب أن تدخل هنا تلعب دورا مهما كما ذكرت المصالحة المجتمعية منظمات المجتمع المدني بالتالي الحكومة يجب أن تلعب هذا الدور البرلمان العراقي يتحمل مسؤولية كبيرة لأن هؤلاء لديهم ممثلون في البرلمان وفي السلطة لديهم وزراء لديهم مسؤولون كبار قادم عسكريون هذه كلها يجب أن توظف بالطريقة الصحيحة وأن لا يبقى العراق حقيقة حتى يعتبر بيئة طاردة للاستثمار عدم الاستقرار من الناحية الأمنية هذه كلها والخروقات التي تحدث تهريب النفط، تهريب المخدرات، تهريب السلاح إلى آخره هذه كلها للأسف عوامل لا تزال تقلق المواطن العراقي وتقلق السلم المجتمعي أشكرك جزيلا شكرا مع نجبوري الخبير الأمني والاستراتيجي والمستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية حدفتنا من بغداد شكرا جزيلا لك شكرا لك